احنا عندنا وزارة اسكان والله العظيم ما حصلتش بجد يعني لأسباب عدة يعني يمكن وحضراتكم شفتوا ده احنا نزلنا كذا مرة شفنا مشروعات كتير جدا من اللي كانت بتنفذها الوزارة شفنا يمكن اقرب حاجة مش هقولك اقرب حاجة القلب اقرب حاجة لي على لا دي هناك كده بالنسبة دي بقى اتجاهها قدام كده المشروع بتاع ماسبير وما الى ذلك اللي اتعامل الحقيقة العمرات وروحنا حضراتكم اتفرجتوا معانا يعني احنا كنا بنشوف زينا زي حضراتكم وبنتابع ولفينا وطلعنا وانزلنا وتابعنا المشروع ولزال العمل مستمرا ولزال التطوير مستمر وما الى ذلك حاجة تشرف حاجة تفرح ومن ضمن الحاجات اللي تشرف جدا الحقيقة واللي بتشتغل عليها وزارتنا وزارة الاسكان بجمهورية مصر العربية هي مشروع سد ومحطة جوليوس نريري وزير الاسكان بيتابع مجريات هذا العمل الضخم والعملاق والهام احنا بنتكلم على مشروع كهرومائي كبير مهم في تنزانيا على نهر الروفيجي بينفزوا تحالف مصري لشركتين المقاولون العرب واحدة من شركتنا الوطنية الكبرى والعملاقة اللي لم تكن الاكبر وسويدي الكتريك وهنا احنا بنتكلم على الشراكة مع الاستثمار والقطاع الخاص معايا على التليفون مهندس عمر خطاب المتحدث باسم وزارة الاسكان اهلا 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 بحضرتك فندم اذا كان مش مهندس عمر عامل ايه 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 الاخبار ازاي حضرتك فندم الحمد لله ومتشكرين على مقدمة الهيلة لا ابدا لا شكر على واجب ده احنا اللي متشكرين يعني العكس بقى هو الصحيح ده احنا اللي متشكرين جدا 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 على هذا الكم من المشروعات وضخامة هذه المشروعات وقاليات التنفيذ واظن دايما احنا بنسلم قبل المعايد زي ما بيتقال الحمد لله يا فندم وطبع زي ما ساتك تفضلت كده مشروعات ضخمة في مصر ومشروعات ضخمة خارج مصر الحمد لله في دولة تنزانيا ودم المشروعات لدولة مصر بتوليها اهتمام خاص وسيادة الرئيس بيتابعها بشكل مستمر مع الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان اللي برضو بالمناسبة وزي مقدمة حضرتك هو الدكتور عاصم بيتابع المشروع بشكل يومي من القاهرة وبيزور زيارات دورية كل شهر بيتطمن على الأعمال بنفسه مع وفد كبير من الشركتين ومع وفد كبير من قيدات الوزارة وبيتم متابعة كل عمل أدق الأعمال في المشروع من حركة المشروع طبعا هو مشروع ضخم يضم عدة مشاريع مجرد سد عادي ولا مجرد منشأ خرصاني عادي لا ده مشروع قومي بيوفر حماية من أخطار السيور والفايدانات هناك في نهر الروفيجي وفي نفس الوقت بيحافظ على البيئة الزراعية والطبيعية هناك وبيولد طاقة قهربائية اللي هتساعد أشققنا في تنزانيا على التنمية وسادتك طبعا بتتبعنا باستمرار عارف انه حجمه ضخمة لأعمال صحيح احنا بنتكلم على سد بطول ألف خمسة وعشرين متر الحمد لله تم الانتهاء منه بالكامل والساعة التخزينية للبحيرة دلوقتي وصلت 34 مليار متر بكعب وبرضو بيضم محطة توليد طاقة قهربائية اللي هي ان شاء الله لما تشتغل بكامل طاقتها هتوفر 2115 ميجا واط بتقع على جانبائنا وطبعا ده بيوفر انه المحمية الطبيعية هناك الحمد لله استفادت بان ما بقاش فيه فيضانات للنهر هناك في نفس الوقت هيوفر بما انه في جنوب غير بمدينة دار السلام اللي هي العاصمة التجارية لتنزانيا هيوفر لها التاقة الكهربائية اللي هتساعد على التنمية في فترات سريعة جدا وفي نفس الوقت برضو احنا الحمد لله عايز اقول الحركة انه في زيارة تاة الوزير اليوميني اللي فاتوا والنهاردة اللي يتطمن على الإنجاز النسبة للإنجاز سبقت البرنامج الزمني وصل للتبع وتسين أنا علشان كده كنت بقول لك باش مهانس كل مرة بنسلم قبل المعايد بس المرة الجاية بقى حضرتك هتتوسط لنا عند الدكتور عاصم انه تاخدونا معاكو تنزانيا لازم نشوف هذا المنجز العملاق والضخم والعظيم واللي بيعكس قد ايه مصر دائما مخلصة في التعاون مع اصدقائها واشقائها وشركائها في افريقيا وفي اي مكان مش مهانس عمر انا بشكرك بجد والشكر موصول جدا لمعالي الوزير الدكتور عاصم الجزار مشروع عظيم رائع عملاق وده برضو بيوري لك زي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يخطط يرى ينظر يقدر قيمة الاصدقاء والاشقاء والشركاء دائما كل شكر موهنس عمر خطاب المتحدث باسم وزارة الاسكان مصر